لأن هذه العصابة رهي بقضية قضية أسابيع أشهر وستنهار وعلى الأرجح أسابيع بشكل أو بآخر الانهيار بالمناسبة لكن قد يكون انهيار عارم تلقوهم رفض الطائرات ذات ليلة في تفراوي في بوفاريك وفي بعض المطارات وعطاوها إلى بلدان اللي ربما تستقبلهم وإن كان أنا عارف بلي كثير منهم رح يصرى لهم كيف ما صرى البن علي طاغية تونس ذاته 14 جونفي 2011 عندما طارت طائرته يوم الجمعة 14 يناير 2011 وطلبوا باش يروحوا لفرنسا رفض الفرنسيس قالوا لهم لا ما نسمحوا لكمش بالنزول طلبوا من طليان قالوا لهم ما نسمحوا لكمش بالنزول طلبوا من مالطة الصغيرة قائد الطائرة يقول له معايا الرئيس تونسي يحب يلجأ إليكم يقالوا مالطة الصغيرة ورفضت ولم يستقبلوه إلا المجرمين أنت على السعودية أنت على السعود المجرمين استقبلوه هناك وكانت هناك بعضين الموشر بجدة كما سموه الناس يومها أنا متأكد إذا كان بنعلي اللي كان رئيس وكان يزعم من أنه حقق الاقتصاد وحقق عندما انتفض الشعب التونسي لم يجد ولا بلد غربي وهو كان يزعم أنه عنده دولة علمانية ومتقدمة وواواوا أي دولة علمانية من دول الغرب لم تستقبلوا واستقبلاته ما يسمى بدولة الشريعة المكذوبة المزورة الدين مقلوب على رأسه مزور في مهلكة السعود استقبلوه هناك لأنهم رمز الطغيان لكن أنا متأكد باللي هذا الجنرالات وهذا تبون وهذا الوزراء انتاحهم لن يستقبلهم أحد ربما لكن يطيروا بالطائرات في النهاية بعضهم اللي راهوا ذاكي راهوا دار حسابات وبعضهم راهوا مرتب أمور وممكن شفنا المرة الماضية حتى قوضات يهربوا في البوطي الآن وما تستبعدوش أنكم تلقوا وزاراء وجنرالات هربين في البوطيات ما تستبعدوها أشهد فكمن عسوا بوفاريك وطفراوي وعسوا من جهة وهران وعين تمشنت ومنين راه يتتحرك البوطيات لأنه في لحظة معينة ممكن يأخذوا زوارق حتى حربية أو بوطيات أو بواخر أو يلجؤوا بها إلى إسبانيا لأن كثير منهم راه يأملاكهم وفيلاتهم وفي إسبانيا إذن إخواني راه الأوضاع راه يوميا تزداد ولذلك إذا استطاع الحرك أن ينظم نفسه بطريقة أفضل ويخرج بطريقة أوسع فإن هذا الضمان ألا تكون هناك فوضى عارمة وأن لا يكون هناك انهيار للدولة تماما نحن نريد سقوط العصابة وليس سقوط الدولة لأن الدولة أسيرة عندهم الدولة دولتنا الدولة من حيث هي فكرة ومن حيث هي مؤسسات المفروض هي انتعنا لكن تحتلها اليوم مجموعات انتع ما فيها في كل مستويات ولذلك الرجوع إلى الحراك بقوة الآن ضرورة ضرورة أساسية لإنقاذ البلاد حتى لا تتحول إلى فوضى عارمة حتى لا تتحول إلى آنة